ربما شعر الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح أنه لا خيار لهم إلا الموافقة على الهدنة الإنسانية التي من المفترض أن تبدأ الثلاثاء القادم والتي كانت المملكة العربية السعودية قد اقترحتها محذرة في الوقت نفسه من أنها سترد على أي خرق الموافقة على الهدنة جاءت بعد ساعات قليلة من قصف التحالف لصعدة ومنزل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وذلك بعد ليلة من الضربات المكثفة على مواقع ميليشيات الحوثي حيث أفاد شهود أن غارتين استهدفت منزل صالح وسط العاصمة علي عبدالله صالح خرج عن صمته حيث ظهر في بث مباشر من أمام منزله بعدما قصفت قوات التحالف منزله في صنعاء معلنا تحالفه بشكل كامل مع ميليشيات الحوثيين في مواجهة غارات التحالف العربي هذا العدوان أنا أستطيع أن أقول أنه عدوان جبان تفضلوا على الأرض تحركوا وسنستقبلكم استقبال رائع أما مراجمة بالصواريخ والطائرات هذا ما تحققوا أي الأهداف التي تريدها أنا أحذر الاستمرار في هذه المغبة العدوانية على الشعب اليمني أنا أتوقع أنها ستكتلب الموازين ستكتلب الموازين جملة وتفصيل في المنطقة وأنا أحذر وأنذر كل من يعمل في الداخل كجواسيس لهذا العدوان البربري طائرات التحالف العربي من جهتها وصلت غاراتها على مواقع الميليشيات الحوثية حيث تمكنت من تدمير مقر القياد مهد المشاط في صعدة كما قصفت تجمعا لميليشيات الحوثي في منطقة السدة بمحافظة إب وسط اليمن وتجمعا للدبابات والآليات في البقع ودمرت طائرات التحالف مقرين عسكريين لميليشيات الحوثي بصعدة بينما قصفت بشكل مكثف معسكرا حوثيا في نظير غرب صعدة وأبنية عسكرية